حركة حماس تعلن عن استشهاد صالح العروري واثنين من قادة القسام بعملية اغتيال بمسيرة إسرائيلية في الضحية الجنوبية في بيروت يعني منذ 2006 هذه القصف الأول الإسرائيلي على بيروت ابو البابا سالم ونتحدث عن اغتيال لنائب رئيس حركة حماس واغتيال لنائب رئيس نحكيه على سياسي وكذلك عسكري صف أول وقيادي عسكري يعتبر من مؤسسي كتائب القسام ابو البابا سالم بالطبع هنا الشهيد صالح العروري هو نائب رئيس حركة حماس والذي اغتالته إسرائيل اليوم في بيروت في الضحية الجنوبية وطبعا هذا الرجل شخصية كما ذكرت أنت شخصية سياسية وعسكرية وبالأساس هو وربما هنا الحاجة اللي يكون نجم نزيل ونضيفوها على ما قيل أن الصالح العروري كان سيلتقي غدا بالسيد حسن ناصر الله رئيس أو زعيم حزب الله اللبناني يعني كان هناك لخاء مبرمج معه يوم الغد وبكل تأكيد قيمة هذا الرجل الصالح العروري رجل عسكري مسؤول على التنسيق نفس الشيء هنا على التسليح المقاومة الفلسطينية له طبعا هو همزة الوصل بينها وبين حزب الله تقريبا كان قوله الضحية الجنوبية في بيروت يعني معقل حزب الله بالطبع هنا هذا الاغتيال إسرائيل هو اغتلته مرة لما يعني هدمت منزله في منطقة العرورة في الظفة الغربية تقريبا في شهر نوفمبر الماضي والآن تستهدفه شخصيا في بيروت وتقريبا يعني معه طبعا هذه بطائرة مسيرة وأعلن عن مقتل ستة أشخاص طبعا وضربت مكتب حماس في بيروت هذا بالطبع بشجرنا الحديث على خرق الكيان الصهيوني لقواعد الاشتباك في لبنان نعرف جيدا أن هذه العملية ستكون لها تداعيات كبيرة وكبيرة جدا يعني من المعلوم أنه منذ طفان الأقصى تقريبا كانت الاشتباكات بين حزب الله والمقاومة اللبنانية عموما والمقاومة الفلسطينية تقتصر على المنطقة الجنوبية ومنطقة الجليل منطقة الشمال الفلسطين المحتلة الآن الكيان الصهيوني وبعد تقريبا أكثر من جدل صار حتى داخل الحكومة الإسرائيلية يعني قرروا توسيع النطاق إلى استهداف العاصبة اللبنانية وهذا بكل تأكيد تطور خطير جدا وتطور لن يمر هكذا بدون رد فعل ولكن دائما قبل التطور اليوم خطر السؤال الأولى اللي ترحى لدى العديدين هل من حق هو طبعا ما عنداش حتى حق مش تضرب حتى بلد الكيان المحتل لكن هل كان هناك معاهدات مثلا بين الحكومة اللبنانية والكيان المحتل نعرف بأن الكيان المحتل يتحدث دائما عن عدوانه ضد حزب الله ضد جنوب لبنان بيروت اليوم قصف بيروت هل هناك خرق لمعاهدات وما هي هذه المعاهدات؟ بطبيعة هنا خرق أول شيء هو اعتداء سافر على الدولة اللبنانية لنكون واضحين في هذا الأمر يعني هنا عند حزب الله طوال كثيرين ربما يخلطون الأمر يقول لك شنوه حزب الله ماذا يفعل مثلا هنا حتى لبعض المطبعين هنا لبنان إلى الآن لها أراضي محتلة في تلال كفرشوبة في أقصى الجنوب اللبناني إلى الآن لم ما زالت محتلة وعفوا في مزارع شبعة مزارع شبعة إلى الآن ما زالت محتلة إذن فبالتالي من حق لبنان والمقاومة اللبنانية المقاومة طبعا ومن حقها المطالبة بتحريرها نعرف جيدا أن العدو الصهيوني انسحب من لبنان سنة 2000 وبعد معركة حرب تموز 2006 وجميل 2006 واقتصرت تفاهمات على أساس أن طبعا ودخلت قوات اليونيفيل هنا للفصل بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية وتم حصر فمش معاهدات مكتوبة سماح لا 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 توجد معاهدات مكتوبة ولكن يعني في الأعراف الدولية راه يمنع على أي دولة هذه اعتداء سافر هذه عربة صهيونية رغم ما حصل اليوم هو عربة صهيونية واعتداء على عاصمة دولة عربية معنا بقطع نظر تستهدف من تستهدف ولكن هو اعتداء سافر وانتهاك الحربة توقيع نحكي عن السيادة شو معناها السيادة مع السيادة تشمل الأرض والسماء وغيرها وغيرها إذن فبالتالي هنا هذا اعتداء سافر على دولة عربية يا خيمة والكيانة الصهيون المستهد الإسرائيلي اغتال أبو جهاد في تونس مش اعتداء سافر هذاك وقت كان أبو جهاد هو الرجل الثاني في منظم التحرير بعد يسر عرفات واغتيل في تونس بعملية مخابرتية نفس الشيء الآن طبعا بمسيرة إسرائيلية تم اغتيال نفس الشيء صالح العرور اللي هو الرجل الثاني في حماس بالطبع هنا طبعا الكيانة الصهيونية هو طبعا لا يحترم أي معاهدات ولا هو من يحميه يعني هو يتمتع بالفيتو الأمريكي عن أي قرار يديره بالطبع هنا لبنان سيشتك الكيانة الصهيونية إلى مجلس الأمن وسيطالب بالتحقيق وهلو مجرى وكل يعرف ذلك ولكن دايما ستستضم بالفيتو الصهيوني بالفيتو الأمريكي عفوا تجاه هذا الكيان إذن اللي هنا شنو اللي صار الآن لماذا حسرت المقاومة في الجنوب حسرت المقاومة في الجنوب لأن توسع الصراع هنا بالطبع لن يخدم أول شيء الكيانة الصهيونية كما أن حتى حزب الله لا يريد لأن هناك أطراف في داخل لبنان نفس الشيء هناك أطراف في داخل لبنان ترفضوا أطراف طبعا معلومة هنا ترفضوا كثيرا انخراط حزب الله أساسا هو اللبنان في المعركة في معركة الطفال الأقصى اليوم هذه الفئة من اللبنانيين أصبح موقفها ضعيفا لأن الكيانة الصهيوني استهدف بيروت بالتالي هنا هذا يعيدنا إلى 2006 كما يعيدنا زادة كيف كيف إلى ما قبل 2006 يعيدنا حتى إلى 2000 ويعيدنا حتى لعب 82 صحيح في احتلال بيروت إذن فبالتالي هذا القصف اللي صار هو له ما بعده الآن سنتحدث فيما بعد نجل من الجيش اللبناني راوية رد بش نحكيهم بعد على التدعيات الرد من الجيش اللبناني من حزب الله ومن كتاء بعز دين القسام هذو ما تلافى بشيكون سؤال ما بعد الموالي والبيبا سالم لكن قبل ما نسألك وقلك من هو صالح العروري صفته اليوم هو نائب رئيس حركة حماس ونحن في حرب وحتى حزب الله هي في حرب ضروس اليوم في حرب أكيد ضد الكيان المحتل يعني الكيان المحتل يعرف متى يقصف مكتب حماس في بيروت يعرف تواجد نائب رئيس الحركة واثنين من القيادات الكبرى في هذه الحركة يعني هل هي رائحة خيانة واضحة أبو البابا سالم أم أن الكيان يعني بطبيعته لو يريد أن يضرب سيضرب بدون خيانات هو هذا الكيان هو طبيعة إجرامية هذا بكل تأكيد ولكن نحن عندما نتحدث عن استهداف قيادي من الوزن الثقيل هو بكل تأكيد كل قيادات المقاومة مستهدفة هذا معلوم كل قيادات المقاومة الفلسطينية مستهدفة من هذا الكيان بالطبع هنا عندما يصل هذا الكيان إلى بيروت صحيح هي يعني الضحية الجنوبية هي معقل حزب الله ولكن نفس الشيء هناك ما يسمى بالمربعات الأمنية هناك موجود موجودة في لبنان مربعات أمنية يعني تسيطر عليها فئات مثلا هنا بكل تأكيد هناك خيانة ما حصلت هذا بكل تأكيد هناك خيانة ما حصلت في اغتيال العروري لأنه عندما نرى أن الكيان الصهيوني طيلة ثمانية وثمانين يوما تقريب قربنا ثلاثة أشهر لم يستطع الوصول إلى قيادة واحد من حركة حماس في غزة أو من كل فصائل المقامة ليس فقط حماس تقوم من كل فصائل المقامة لم يستطع الوصول إلى أي منهم ولم يستطع تحقيق إنجاز ما يقدمه للجمهور الإسرائيلي بينما نجده يعربت في العواصف العربي تو هذه المفارقة العجيبة يعني الحرب الحرب في غزة ولكن العربة ده في المدن العربي يعني يوم غير قادرون على قادرة تذكر جيدا سماعت حدثنا في الحصة السابقة أو القبلها تقريبا قلت بأن أهم نجاح حققته المقاومة الفلسطينية هنا هو الجانب المخابراتي أو الاستخبالي يعني نجحت المقاومة الفلسطينية في تحصين نفسها في غزة العدو الإسرائيلي الذي عجز عن الوصول إلى قادرة المقاومة في غزة نجده يعربت في العواصم العربية العواصم العربية مخترقة وهذا للأسف هذه حقيقة نقولها يعني هو استطاع أن يصل إلى مسؤولين كبار يعني في منظمة التحرير في حماس في غيرهم من الفصائل المقاومة في الكثير من العواصم العربية وحتى الغربية وصار اغتيال لهم سابقا طبعا حتى قبل اتفاق أوسلو صار اغتيالات موجودة حتى في إيطاليا في باريس في غيرهم إذن بعد اتفاق أوسلو طبعا هناك مسئلة أخرى لكن كان يصل إليهم بسهولة إذن فبالتالي هنا ما نجحت فيه المقاومة في غزة هو التأمين وتحصين جسبها الداخلي على مستوى الأمني والمخابراتي من أي اختراق وهنا لما حكينا وقت على يحيى السنوار والقيمة الرمزية لهذا الرجل هو رجل أمني بالأساس يعني استطاع أول هو حاجة عملها أنه قام بتصفية العملاء الإسرائيليين والفلسطينيين مزدوجين يعني قام بتصفيتهم هنا ولذلك هو أخذاك العقوبة السجنية الطويلة بنى أربع مؤبدات وقضى منهم 23 سنة لأنه قام بتصفيت أربع إسرائيليين كما قام بتصفيت ستة فلسطينيين أيضا عملاء الإسرائيل إذن فبالتالي وهو حتى لما عاد بعد ذلك بعد صفقة شارليت وعاد إلى غزة بعد صفقة 2011 نفس الشيء أول شيء عمل عليه هو تأمين المقابل الفلسطينية وتأمين الجسم المقاوم من أي اختراق وهذا ما جعل المقاوم إلى اليوم تحقق يعني انتصارات عسكرية باهرة ولم يستطع العدو الوصول إلى أي منهم إذن فبالتالي هذه ضربة للدولة اللبنانية اغتيال عروري أنت لاحظ الآن ماذا سيقولون هناك محاولة للالتفاف وهذا معروف في التسويق السياسي ومحاولة يعني تعويم الموقف لا إحنا والله اغتلنا واحد من حماس مش من حزب الله ولا من لبنان لا 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 هذا اعتداء على دولة هذا الرجل موجود بمعرفة لبنان دولة لبنانية هناك إذن فبالتالي اعتداء كما كان بوجهاد موجود هنا بمعرفة الدولة التونسية نفس الشيء إذن فبالتالي أو غيره من قادة المقامة الفلسطينية العروري هذا الرجل أو أرتينا نتحدث عنه عن قيمته طبعا هنا هذا الرجل له أبعاد مختلفة يعني هو له قيمة بكل تأكيد خاطر أين السؤال كان لماذا صالح العروري بالذات لماذا صالح العروري باش السادة المستمعيين ينتبهوا جيدا صالح العروري هو رجل عسكري بالأساس يعني رجل عسكري ثم سياسي هناك نقول وتألحظ